بكرة بيغيب على الأهل السولية وخالد عبدالفتاح ومتولي وريدا سليم وانتوني مودست وبرسي تاو وأكرم طفيق وكريم ندفت بريح بيشتغل لا بيعمل أكيد روتشن بريح لسن خلص المراق لا لا هو أكيد بيريح ناس معينة بيفكر بالمراق اللي بعد كده عنده سكواد ما عندهش مشكلة لمن يلعب ومن ملعبش بدلا قلنا كده سكان ردا سليم موجود حسين الشحات موجود بيرسي تاو موجود طهر محمد طهر أنا بكلمك على المكان يمين أو شمال أحمد عبدالقادر طلك خمسة على أعلى مستوى أي حد فيهم هيقدي ويقدي مبرأة على أعلى مستوى وجود أو عدم موجود لعيب أساسي أو بديل فلما يرايح ردا سليم أول ماتش اللي فاتك الحسين الشحات مش موجود ردا سليم تلاقي حسين الشحات داخل بالضبط هو يبدأ بقى طول الموسم بشكلته ده اللي بيساعد أي مدير فني يكون معاه سكواد مجلس الإدارة كابتر خطيب بصراحة جايب له سكواد على أهلى مستوى بصراحة يعني فأنا كمدير فني يعني أنا مستمت وانا بشتغل أن أنا عندي سكواد من اللعبة دي ما حديش مشكلة بجيب نص الملعب طبعا ربين إيش في السولية لعب مهم جدا عندك مروان وديانج وديانج ونيدفيد أفشا وكمام أي حد بيلعب مثلا الماتش اللي فات لعب مروان ما لعبش فممكن مروان خد شوية هتلاقي موجود أوكة مثلا كبير أيعاط هتلاقي ديانج مثلا من اللعيبة اللي ما بيغراش هو تلتة لعيبة كان من السنة اللي فاتت ديانج ومعلول وبرستاو ومحمد عبد المنع والشناوي يقدر يعمل روتشن في بعض اللعيبة وتلاقي اللعيبة دولا موجودين في كل المبارات فأتمنى أنا القلق علي الفترة الجاية أن معلول معلول بصراحة أربع خمس موسم على المستوى أتمنى البديل لما حس مثلا أن معلول خلاص طبعا أفكر بقى ندي الحد تاني عشان إيه نبدأ نفكر تعرف الكرة يعني ربنا تدي له الصحة طبعا بس هي الكرة كده وقت بتلعب وتبطل دواضع طبيعي أتمنى أن نحضر البديل لمعلول لفترات الجاية نيجي مثلا كل ماتش كده الدنيا ماشية كويس تدي حد كويس عندك الدبيس عندك كوكا ممكن تشتغل فيها مين اللعيب اللي ممكن يتوظف مع يعني طبعا كريب الدبيس بإلعاب عدي حتته لكن أرسد أقول هو ناعل مثلا كريم فؤاد من باكي مين ووظفه كريم نجح جدا كريم كمان كورته حلوة وعنده صراحة مين ممكن من وجهة نظر يلعب في الحتة دي قوية في فرقة بوسيماني وظف أكرم من من دفندر لباكرايت ونجح جدا بس المكان ده بزداد دفندر سهل جدا لازم يلعب باكرايت وعلى أجيال كتيرة جدا حصلت مثلا نتكلم على بركات شوية لعب نصف ملعب باكرايت أحمد فتح لعب نصف ملعب فصل أحمد فتح أساسه دفندر تفرج عليه منتخب من أجل أنه أول ملعب لعب دفندر فبقيت الباكرايت والديفندر دي حاجة عدد لكن ما تلاقيس ما شانية دفندر وباكشمال صعب لما صعب أن تلاقي دفندر فمحتاجين باكشمال طبعا دي بيس محتاج وقت ومش ومش سهل أن أنت تديله على طول محتاج وقت شوية وتستنى عليه شوية لأنه محتاج وقت عبار ما يتنامج مع الفرقة محتاج وقت عبار ما مستوى يبقى في مستوى عالي المعلول والدور صعب جدا وبطورة أفريقيا صعب جدا فأتمنى إن شاء الله إحنا نكون في صفقة مهمة جدا مش السنة دي بقى السنة الجاية تفكر في المكان ده مرانت بسموحة كمان مرانت بسموحة كمان مرانت بسموحة كمان مرانت بسموحة بسموحة لعبة على مستوى عالي جدا كان أعارة عندكم فتوح كان أعارة كامل زمالك اشتغل موسم بعد سنة موسم لعب هايل يعني فيه لعب اللي هو اللي بيلعب في البنك الأهلي أفريقي اسمه يعقوبو يعقوبو متالي برضو لعب جيد كويس مصري فيش حد مصري لا مفيش حد مصري فيش حد مصري يعني فيه كلام شوانا يعني بيقولوا على لعب في أمبي محمد حمدي محمد حمدي برضو بتاع بيراميز لعب كويس جدا بس طبعا بيراميز مش هسير لعب لدي الأهلي انت عارش يعني لكن لو محمد حمدي لا طبعا لعب كويس جدا بس محمد حمدي بيراميز عنده الخبرات لعب دولي دلوقتي لعب جيد جدا يعني عازين المستوى ده محتاجين المستوى ده أتمنى يعني برا كورة ايه اللي عجبك في انطلاق الدولي التحكيم تصوير التصوير هناك بصراحة السنة دي حلو قوي فرج علاماتش مثلا الدخلية وإنبي التصوير فيه على أعلى مستوى شكل الهدف لما بيجي وبيعيده حاجة طبعا حلو قوي ودي اللي احنا بتتطور من سنة لسنة بصراحة إزاي انك انت كمشاهد ده بيعلي قيمة الدور المصر كمشاهد تتفرج على حاجة وانت مرتاح كان الأول صعب لو واحد يقضي وقف قدام الكاميرا حاجات كانت تبقى صعبة الأول ده حاجة كويسة جدا مميزة جدا اشتركوا في القناة